أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجداز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد جاء ذلك خلال زيارة رئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما احنا حاضر 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 طول ما احنا مع بعض طول ما احنا مع بعض الأمور بفضل الله ستعدي والظروف الصعبة ستنتهي المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير المهم بلدنا بخير وشعبها بخير هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي جميع الأخوة الأقباد بعيد الميلاد المجيد دعينا الله أن تنتهي الأزمات التي تواجه العالم أجمع جاء ذلك خلال زيارة رئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة ان شاء الله سعيد علينا كلنا كل سنة وانتم طيبين ليكم وكلكم لكل الناس لكل المصريين لكل العالم كل عام وعام سعيد وعيد سعيد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من الفين وعشرين ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة ترجمة نانسي قنقر